سلام بنات و مرحبا بكم مرة اخرى في فيديو جديدة على قناتي متخصصة التجميل غزلان فيديو اليوم ان شاء الله سنتحدث عن العطور الزيتية او لمستخلص العطور اللي تجيء عبارة عن زيت اشنو الفرق بين هاد العطور هادي والعطور اللي تكون على شكل بخخ او سبراي وواش عند هاد العطور الزيتية شي تأثير على الجل وواش كذلك هاد العطور كتشابه التركيبة الكيميائية فاذا كنتم اهتمين بالموضوع بقوا معايا قبل ما ابدأ الفيديو كنتم من السيدات اللي ما زال ما اشتركوش في القناة يمشيوا يشتركوا يضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب سابوني ويفعلوا الجرس باش اي فيديو انا حطيتها توصلهم ويشوفوها وغادي نتكلم لكم على هاد العطور اللي سبق لكم وشفتوني بيبليتهم في لاب باش ديالي فيسبوك اللي هي بيف فيمينين باي غزلان وكذلك على الحساب ديالي على الانستغرام اللي هو غزلان بيوتي هاد العطور كيم ما كتشوفو خديتها من اوصلاتني من لاباج طاليسمان بيرفرم اويل هاد الصفحة او لا هاد الشركة هادي نتواجده في كندا في موريال غتقولو لي كيفاش غادي توصلو بالمنتوجات ديالكم فاكيد على انهم كي يديروا لاليف غزلان كي يديروا ارسال طالبيات فقط غادي تختارو انواع العطور اللي كتعجبكم فما شاء الله عندهم اكتر من 3700 عطر يعني قاع الاضواق الحمدللله غادي تكون موجودة والتوصيل كيتم تقريبا سبعة ايام يعني سبع ايام وكتوصلك الكوموندير كولا كي وصلك لقولي حتى الدار واحد النقطة مهمة غادي نبغي نشير لها هو ان هاد العطور كتبيع البخور وكذلك جميع منتوجات عبدالصمد القريشي غادي تلقاوها عندهم وتقدرو تطلبوها ولا تكومونديوها من خلال الصفحة اللي غا نخلي لكم في صندوق الوصف وكذلك هما كي يبيعوا بالجملة يعني الناس اللي بغاوا يبدو المشروع ديالهم وبغاوا يكونوا كم دير الظوندر او لا يعودوا يبيعوا هاد العطور الصفحة او لا المسؤول على هاد الشركة ان شاء الله غادي يدير لهم تخفيضات جد جد مناسبة وحتى التسهيلات غادي تكون ان شاء الله فبطبعة الحال هاد المسألة هادي دياللي يكونوا عندهم فروع في جميع البلدان حاجة مزيانة وبالتالي كان الناس يقدروا يستفدوا من هاد العطور هادي اذا اي واحد مهتم بالموضوع فمعلي إلا يتواصل معي في الانستغرام دياللي اللي هو غيزلان بيوتي لشنعطيه جميع التفاصيل والمعلومات وكيفاش يقدروا يتواصل مع المسؤولين ديال هاد الشركة هادي بالنسبة لهاد العطور اللي كتشفو قدامي عندي خمس عطور مختلفة اللي كتجي على شكل زيت فهدا مركز عطر زيتي يعني الكنسانتراسيون ديالو طالع تركيز ديال العطر طالع بزاف وبحالك تقولوا عندكم عطر أصلي عبارة عن زيت اما بالنسبة للتركيب ديالو فهو لا يحتوي لا على ايطانول ولا على كحول يعني آمين ممكن تحطوه على الجيل ديالكم بلا ما تخافوا اكيد هنا غايت تطرح عندكم واحد تساؤل ديالواش هاد العطور هادو كتشبه اولا بحالها بحال العطور اللي كتبع في السوق من حيث التركيب غادي نقول لكم لا أبدا لأن هذه العطور اللي كتبع في السوق كاملة فيها الكحول وفيها الإيطانول الكحول والإيطانول هما من مسببات التسممات وحتى قاعد لما وصلتش لا قدر الله الأمر للمرحلة ديال التسمم فضروري كيكونوا عندنا أعراض ديال التسمم اللي احنايا كنحسو بها ولكن ما كنكونش عارفين السبب منين بحال كيكون عندنا خمول وكسل كذلك كيكون عندنا ارتخاء في العضلات كيكون نيسيان بزام والإيطانول أو الكحول بطبيعة الحال ما كينش غير في العطور بل كينش في الكريمات ونحن كنا نعرف على أن أغلبية تسممه مات من بين الأعضاء اللي كتستهدفها كتتتضمر الكابيد وأمعاء وأعضاء أخرى كتتعطل النشاط ديال الأعضاء وبالتالي الانسان يحسب رسول ديما فاتيقة ديما عيان ديما مرخي كينسى شي حاجة بحال هكا ممكن من المسببات ديال هاد الاحراض هادو هاد الكحول والايتانون لذلك ما كان نصحكمش على انكم تستعملوا هاد اللي باقفان اللي كيجيو على شكل سبري اللي كيجيو على هاد الشكل هادا مباشرة على البشرة ديالكم فهو كذلك كسبب حساسية وهو اللي كيحلنا بعض المناطق يعني البلاسة اللي كترشو فيها بزاف البرفين ولا الديدورون كيكون فيها الالكول كتكحال هادا مسألة مفروغ منها ودابا غندوز معاكم التضوق اللي غندوز معاكم هاد العطور هادو كل حاجة مناش مصوبة رائحة ينام كيفاش دايرة وعندي اول عطر اللي كتميز بها طاليسمان بفم اويل او اللي كتميز بها الشريكة اللي هو هادا دم الغزال اللي كيجي على هاد الشكل في عبوه في هاد 12 المليليتر 12 الامال وعندو هادا لابي او رول اون رائحة ديالو يا سلام ما قدرتش نصبرت ما حسيتش حتاح اللي تلقرعه ريحة طب 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 البنات اللي فيت اللي هم خدوا من عندها تصفحة هادي نتمنى يكونفيرمي وليا رائحة ديال هاد الزيت فعلا جد جد رائحة هادي تركيبة خاصة ديالهم هما يعني هادا ابتكار ديالهم اه كين هنا مزيج بين لفاني والعود الأبيض وعود ملاكي رائحة غزالة ما شاء الله طب روعة اراكم عارفين البنات والتي تحفظيني مني كتتعجبني شي حاجة اعجز عن التعبير والله العظيم الى ريحة ديالو زوينة بزف اكيد ستعجب بزف ديال السيدات كلهم سيدات ستعجبهم هاد الرائحة والثامن ديال القنينة الواحدة او العبوة الواحدة هو مائتين وعشرين درهم لا يخلعكم الثامن لان هذا فقط كمية قليلة منه تخرج بزف ثاني عطر اللي عندي هنا هو عود ميسك عود أبيض عود أسود و الميسك الرائحة ديالو مهم بالنسبة لي انا ريحة زوينة ولكن ماشي مفضلة عندي الناس اللي كيعجبوهم ريحة العود و ريحة البخور اكيد عتعجبوهم هاد الرائحة هادي ثالث عطر اللي هو هادا بولو رقم جوج ديال غال فلورين ريحة ديالو تهو خاطير البنات و التالمون التالمون كتعجبني هادا الريحة اعطيتها اسمية اخرى ما كان بريش قاعنا نقولها اسمية ها بولو هادي هي لعودة غوزة و هاكتحسوا بواحد الراحة واحد الهدوء واحد الانسجام بين الدات ديالكم و النفس ديالكم او لا بين الخطر ديالكم زوين بزاف و يصلح لفصل الصيف كذلك عندي هنا هادا عود ورد لكي يجي على تشكل ريحة ديالو حتى هوز بينا هذا فيه عود ابيض و الورد ريحة ديالو خفيفة لمشي في حال داك ريحة العود القاصحة كتعجبني بزاف كنديرها على الافريشة كنديرها على الافريشة فصرحة اجربتها مره و احدا هزيت منها نقيطة و خلطتها مع المورشيتها في الريدو و في الاغطاء ريحة طوب و كتبقى تقريبا نراشي خمس يام و انا كنشم ذاك الرائحة في الاغطاء و في الريدو كل ما كنحرك الريدو كل ما كنقول هادا الريحة مين كتجي و محدها تقدم و محد الريحة ديالها تخفاف و تبرد و لا تبقى عارفة تقولي ديسك خات لا تبقى عارفة من جهة الريحة هذه اخر عطر اللي وصلني اللي هو هذا بلاكوبيوم غني عن تعريف ايفسان لورون حتى هو زوين البنات و عشاق بلاكوبيوم انا كتعجبني سيخطف في البرد فإلا بغيتوا تتجربوا هاد العطور او لا تشريوهم خصوصا انا كنحل السيدات اللي سيحطوهم على البشرة ديالهم يقومون ديالهم اللباج اللي سوف نحط لكم في صندوق الوصف و كذلك اللي اعجبني في هاد العطور هادي هما بنسبة للسيدات اللي لا يريدوش يديرو البرفم اللي لا يريدوش يديرو الريحة و يشموها فيهم مناص خرين فهذا الشكل ديال العطور سيعجبهم بزاف و سيخليهم مرتاحين علاش لان العطر وخا هو كيدوم فيك طويلا ولكن كتشميه غير نسي و الشخص اللي قريب منك بزاف اولا لا يسلم عليك شي حد هادي انا كنتكلم على الى درته في العنق ديالك اما الى درته فوق الملابس فطبعة الحل الرائحة تكون فواحة نقطة اخرى ممكن الاخوات اللي كيبغيوا الريحة ديالهم تبقى اولا في المداز و يخليوا الرائحة ديالهم فما عليهم الا ياخدوا القليل من العطر الزيتي المفضل عندهم و يوضعوا في بخاخ على هذا الشكل ثم يضيفوا لها الماء او الكحول ربع كأس ماء تقريبا فمنين غدي تخلطوه غدي ترجو مزيان اولا تمخدو القرعام مزيان ممكن بنفس طريقة اطروا به البيت والافريشة والاغطية وكل شي وحتى الخزانات الرائحة تبقى وكتدوم لمدة طويلة يعني الرائحة تبقى من ثلاثة ايام الى خمس ايام وذلك الستائر وذلك الافريشة الرائحة تتعطي منهم ممكن كذلك تعطروا بها السيارة ديالكم بنفس طريقة وممكن كذلك تستخدموا او لا تستعملوا هذا الزيت هذا على المصابيح او لا لزباجوخ او لا للمب اللي عندكم كتاخدوا قطن وكتاخدوا هاد الزيت العطري مسحة خفيفة منه واحد شوية كتديروه في القطن وكتمسحوا المصباح او الزجاجة ديال القنديل فمني كتشعلوه وكترتفع درجات الحرارة وكتبقى يطلق ذلك الريحة يقول لكم ديفيوزور في حالة معتر جو اوتوماتيكي فقط مسحوا المصابيح ديالكم فاشتكون طافية وعد من بعد شعلوها ممكن ايضا تاخدوا هاد العطور هادو وكتبقوا قطارات منهم ووضعهم في الديفيوزور اللي كيكون ديال الطين وكتبقوا تلتح تشميعا وفوق كيكون فيكت توضع البخور او لزيت العطري ديالك ما زال ان شاء الله فيديوهات قادما ورريكم عدة استخدامات لها الزيت العطرية التوصيل كيكون تقريبا سبعة ايام كتبقوا لكم في امان وسلام يعني ما كتبقوا تحجم هرسة كيوصل في واحد الباكي اللي كي يجي على هات الشكل وفيه بابي بيول من الداخل ديكو التحجم الحمد لله لام هرسة ولا ماشي هي هديك بطبيعة الحال انا دائما كنفكر فيكم وطبيعة الحال جبدي لكم او كوت برومو اللي تقدروا من خلاله تاخدوا هاد العطور ثمان اقل من مئتين وعشرين درهم فما عليكم الا تاخدوا الكوت برومو اللي غنخلي لكم هنا وتعطوا هالصفحة غادي ديروا لكم الارميز اوتوماتيكم هادي هي الفيديو ديال اليوم ان شاء الله تعجبكم وما تنسوش نوصلوا هاد الفيديو ان شاء الله الاكبر عدد من الجيم وهاكا غادي نضرب لكم موعيد فيديو اخرى باي باي